السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد النهاردة جميعا ان شاء الله معنا فانكشن بسيطة جدا موجودة في لغة جافا سكريبت وفي لغات كتير جدا بتعمل جوين تدي له أري فيها مجموعة من العناصر بيعمل جوين للعناصر دي مع بعض في سترينج واحد وتقدر ان انت تفصل بينهم بالعلامة اللي تحبها فكرتها ان شاء الله بسيطة جدا الفانكشن بتاعتنا بترجع سترينج هنسميها جوين او ام جوين زي ما تحب الفانكشن بتقبل مني فيكتور والفيكتور هيكون في سترينج اكتر من سترينج ممكن نسميه مسلا نيمز او اي حاجة حسب ما انت حابب يعني وعندنا سترينج هيكون السيباريتور او الفاصل اللي بينهم وممكن ندي له ديفولت فاليو ان يكون في علامة كمى وبعدها مسافة او مسافة بس زي ما انت تحب انا هجرب الكمى بعدها مسافة براحتك خالص بعد ما تفهم الفكرة هتقدر تعدل عليه زي ما انت عايز كالعادة هعمل الريزولت ده يكون اللي انا هرجعه في الاخر خالص بعد ما خلص الفكرة بتاعتي هدي الريزولت اهو وبعدين هنا هنعمل اللوب بتاعنا تقريبا كل الافكار بتاعتنا على حل المشكلات على كل الشرحات بنعمل نفس الفكرة دي بالزبط هعمل اللوب بتاعنا انت اي يساوي سفر اي اصغر من عدد العناصر شرحنا بتتعامل ازاي في الفيديوهات اللي فاتت انا عارف ان هيجي حد يقولي زهقتنا كل فيديو تقول شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت معلش في ناس كتير بتيجي جديد ويقول انت ليه بتعملها جاهزة هجيب الريزولت واقول له ان هي زائد يساوي نجيب عناصر الفكتور بتاعتنا هدي اي بالشكل ده هنمسك عنصر عنصر من العناصر نضيفهم للريزولت سترينج تمام كده تمام محتاجين بقى نشوف بعد كل حاجة من دول بعد كل عنصر من دول امتا هنحط السيباريتور ده هل هنفضل نضيفه على طول خلينا اقولك ان انت لو ضيفته هنا على طول مباشرة هيجي بعد اخر عنصر كمان يعني هتلاقي كده ودي طبعا مش نتيجة سليمة محتاجين نتأكد ان احنا هنضيفه بس في حالة ان احنا ما وصلناش لاخر عنصر عندنا في الفيكتور نعملها ازاي دي هنقول له في كونديشن لطيفة كده لو الاي الاي لا تساوي لا ماقس واحد علشان انا عايز اوصل لاخر عنصر هنا تمام لما اوصل بقى مدم انا لسه ما وصلتش لاخر عنصر يعني لسه ما وصلتش عند كلمة سكول دي ساعتها ما عنديش مشكلة حضرتك ان انا اضيف السيباريتور اني اقول له ريزالت زائد يساوي السيباريتور اللي هنا اللي هو الديفولت فاليو بتاعته الكومة وبعديها سبيس او انت هتكتبه بنفسك في الفونكشن لو انت حابب يعني طبعا انا هنا بشيل المسافات دي وانت هتقل لي طب انت عملتها ليه من الاول اقول لك عادي والله ساعت بعملها كده وشلها يعني متاخدش ببالك ما فيش مشكلة اه طيب كده خلصنا اه كده خلصنا تعالى بقى نقول له لو سمحت ادي سي اوت لو سمحت انزل ايدك تحت هات الفونكشن بتاعتنا هادي الجوين وهات جواها الفيكتور اللطيف ده جوا الجوين هنا والسباريتور طبعا اختياري ممكن تكتبه ممكن لا وهنا بقى انا هكتبه هقول له نعايز افصل بينهم باعلامة البايب لاين بالشكل ده تعالوا مع بعض كده نشوف النتيجة الزيرو وبسكول اهي وهنا الزيرو والبايب لاين بينهم وبسكول كله تمام والحمد لله وما عندناش اي مشكلة الترك يا شباب دايما هنا يعني الفايدة من الدرس ده او الحاجة اللي احنا يعني اتضربنا عليها كتير جدا هي البراميترز اتضربنا عليها كتير جدا اللوب عملنا سبعة تلاف مليار لوب باهزر طبعا الحاجة اللي انا محتاج تركز عليها هو انا فين في اللوب انا فين في العناصر دي وبناء عليها اضيف العلامة دي فين محتاج اوصل للعنصر ده عشان اضيف العلامة وبعد كده ما اضفهاش تاني لو ما عملتش الحركة دي هيدفها لك بعديها الافكار اللي ممكن تزودها في الفانكشنز دي كتيرة جدا هسيب لك كده تمخمخ كده وتحط فيها افكار عشان تقدر توصل بإذن الله عكس الفانكشن دي على طول حاجة اسمها سبلت هتديله اللي سترينج اللطيف ده اللي طلع لنا ده يحوله لك لفكتور او لأري برضو ان شاء الله هنعملها بس لو حابب انت تتضرب على نفس الدرس ده قبل ما تستنى الفيديو تاني جرب بنفسك تعملها حول اللي سترينج للفكتور او لأري ودي بيكون اسمها سبلت تمام كده يا شباب يا رب يا جماعة الدرس يكون سهل وبسيط وعجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم